انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة أبو سفين بن بابا وذلك بعد مرور 72 ساعة من وقوع الحادث وأكدت التحقيقات أن السبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع الطيار بها بالتزامن مع عودة الطيار وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجية من المولد والتي تم تركيبها منذ خمس سنوات وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح وزيادة الأحمال عليها مما أصفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق كانت النيابة العامة قد تبقت من هذه أو تيقنت من هذه النتيجة من اتصاق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها حيث سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدا من بينهم ستة عشر مصابا منهم من أكد أن اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع الطيار الكهربائي بالكنيسة وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرة من داخلها بالتزامن مع عودة الطيار إليها وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك وهو الأمر الذي فسره الفحص الفني حيث انتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد معينتها لمصرح الواقع نفاذا لقرار النيابة العامة إلى أن الحريق قد شب بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائي الموجود والممتدة بصورة غير منتظمة للوحة الخاصة بالمفاتيح الكهربائية وهو ما فسر منتهى إليه الشهود في أقوالهم كما أكدت تحريات الشرطة وأيادها الشهود أن أحدا لم يتسبب عمدا في سوء حالة التوصيلات والمولد أو إحداث الحريق الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقة